الآن مع قانوراما أونلاين وأبرز التدولات في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية والبداية مع دورية رقمية إسرائيلية حارب صناع المحتوى الفلسطيني وناشطين في مختلف المناطق حسبتم أننا نتحدث عن دورية شرطية كهذه مؤلفة من مركبات وعناصر شرطية إذن فأنتم مخطئون لأن الدورية التي نتحدث عنها هي على هذا الشكل مجموعة واتساب أعضاؤها مناصرون لإسرائيل ومناهضون للمحتوى الرقمي الفلسطيني ويريدون إسكاة أصوات النشطاء والناشطات كما أن مديرها هو هذا الشخص يوسف حداد اليمني واليمني جدا والذي يعادي فلسطين والفلسطينيين إلى حد كبير الناشط والمدون عبد الرحيم حاجح يتحدث عن هذه الدورية أو مجموعة الواتساب من خلال منشور في إنستغرام عبد الرحيم قال كل يوم بحرضوا على ناس جديدي وعلى وجوه جديدي كل يوم باستلموا صفحة ومنصة مرة جيجي حديد مرة آي أون بلسطين ونشطاء مقدسيين آخرين كما شارك عبد الرحيم تجربته الشخصية اليوم بسطد بواحد من هذه المجموعة أرسلت حساباتي مع كتابات تحريضية وروابط حساباتي مختلفة بالإضافة لبلغات ضخمة ضدها في المقابل نوها بالطرق المتاحة للمساهمة في نشر المحتوى الفلسطيني عن طريق نشر ستوريهات اللي بتحتوي القصة نشر حسابات ناشطي مع الأصدقاء التفاعل مع المنشورات بشتى الطرق والتبليغ عن الحسابات المناهضة للمحتوى الفلسطيني وهنا نذكر بحملة منصة حر ومركز حملة لحماية محتوى الناشطين والناشطات خلينا ننهي التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين هلأ إذا كنتوا بتواجهوا أي انتهاكات تتعلق بالمحتوى الفلسطيني عبر الفضاء الرقمي بلغوا عنها هلأ لمناصة حر إلى موضوعنا الثاني وهو تصعيد الخطاب الإسرائيلي تجاه مسألة السيادة في المسجد الأقصى ما تمثل بتصريح رئيس حكومة الاحتلال نفطالي بانت الذي قال فيه إن جميع القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى ومدينة القدس سيتم اتخاذها من قبل إسرائيل فقط التي اعتبرها صاحبة السيادة على المدينة بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية في التفاعلات كتب رازي تصريحات بانت بشأن المسجد الأقصى انقلاب على الواقع التاريخي والديني أما عاد المكارف غرد إسرائيل تحاول فرض أمر واقع خطير على الحرم الشريف والمصلين ولذلك أبعاد مستقبلية على الوضع الإقليمي وختاما مع ملاكة التي أكدت أن تصريح بانت بمثابة حلقة من واقع الاقتحامات التي تبيت لواقع خطير في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك إلى ذلك دعونا نعود إلى أحد المقاطع التي نشرتها الصحفية مون العمري سابقا والتي رابطت فيه بشكل مباشر بين التصعيد الميداني ونوايا الاحتلال الإسرائيلي المستقبلية بما يتعلق بالحرم القدسي الشريف إسرائيل تعمل على تسويق رواية تشرح من خلالها وجود العسكر والاحتلال داخل الحرم على الرغم من أن الانتهاكات والاقتحامات يومية وموجودة قبل وبعد شهر رمضان لكن هي بروايتها هذه تنتقد إلى مستوى جديد يسوق ويمهد لربما إلى أفعال مستقبلية أشرس تعطيها الغطاء منذ الآن في حال وصلت هذه الفيديوهات التي تظهر قمعها وانتهاكها للفلسطينيين إلى العالم أو إلى الإعلام العالمي مستقبل وبهذا نصيل ختام بانوراما لهذا اليوم لكم مني أطيب التحيات إلى اللقاء اشتركوا في القناة